طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة شيبا اينو برانس شيب بسعر صهر فاصلة خمسة صفار تسعة اثنين بوطن عملة بنسبة اثنين بالمئة ماركت كاب تقريبا خمسة مليار برانك سبا عشر فوليم يومي امي واربعة عشر مليون طبعا صعود الفوليم بنسبة اثنان عشر بالمئة طبعا ليتابعنا اول مرة ايه مرحبا بك هذا قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات والحدي صفقات ايضا وعدنا خدمة ادارة الحساب اللي نتميز فيها بالاضافة عندنا قنوات الاستثمار وقناة العملات والاكتتاب هنا عندنا ما شاء الله الخبير اللي عندنا في فريق العمل اللي يشغل على الاكتتاب والعملات الاستثمارية هو بدأ في مبلغ العام السنة اللي فاتت بعشرة الاف دولار وحقق نهاية العام خمسة عشر مية وخمسين الف دولار يعني خمسة عشر اكس هذا كله يعني من خلال طبعا هذا الجدول اللي كان عاملنا وكيف وكل الارباح موجودة فيه وحتى هنا ايضا في هذا انتائج الشغل اللي اشتغلها ما شاء الله ونحن عندنا حاليا قنوات اللي هي الاكتتاب والعملات الاستثمارية طبعا اللي حاب اني ينضم معانا وحاليا بسوين خصومات وعروض ايضا على الخدمات هذه المهم طبعا هذا شارت عملتنا في عملة الشيبا اينو على شمعة اللي هو الاربع ساعة كنا حاطين صبقه مبدئيا في هذه المستويات في حالة غلقت شمعة الاربع ساعات اعلى اللي هو الصفر فاصلة خمسة صفار تسعة ستة نتخلهم لكن انا اشوف للحين الشرط ما اكتمل لكن مبدئيا ممكن نقدر يعني انا اشوف الدخول الان ممكن جيد بناء على بعض المعطيات بس خلونا الحين بس نعدل اللاين لو لون الخط هذا بحيث انه يكون اوضح انه يشوف الخط انا مش واضح كثير المهم حاطينا باللون الاخضر فلوني يشوف العملة حاليا بعد كسر يعني كنا حاطين احنا الصفقة هني على هالمستويات اه مكانت العملة في هذا المستويات طبعا العملة في ترند هابط تم كسر لترند في الايام اللي فاتت وعطتنا اعاطة الاختبار ونجح في اعاطة الاختبار وايضا اختراق اللي هو المتوسط الاسي ميتين واختبار عادة اختبار على متوسط الاسي ميتين ولكن راح للمقاومة اللي انا كنت حطنها واللي كنا نحتاج الاغلاق علىها بحيث انه على هذي المنطقة دخول الصفقة لكن العملة ارتدت من هذي المقاومة والان العملة ايه الان تختبر على منطقة هي المتوسط الاسي بيتين تختبر هل بترجع أن تغلق أدنى المتوسط الأسي 200 أو لا يعني راح توضح الفكرة يعني أنا أشوف العملة ممكن في أسوأ سيناريو حاليا أنه ممكن تنزل لغاية المتوسط الأسي وترتد لكن الأسوأ منه أنه ترجع للدعم هذا اللي هو على سعر 0.5085 مع أنه أنا هالسيناريو شوي حقنا بعيد حلوين حلوين يعني أنا حاليا اللي يبقى يدخل أنا بالنسبة لي الدخول جيد لكن بيكون هني أفضل في حال أنه ارتدت من على الترند بيكون على سعر تقريبا 0.509 تقريبا بيكون بعد دخول جيد 0.509 لغاية 0.5085 أنا بالنسبة لي هالمنطقة كاملة تعتبر ممتازة للدخول حتى الدخول الآن جيد بحيث أنه أنت ما تدخل بالرقم كامل تعزز في حال كل هبوط هذا السبب نحن نقول عزز في كل هبوط لأنه ممكن منها الحين تصعد حتى ما توقف وخاصة مع أن البيتكوين يسيحاول يصعد للخمسين ألف دولار نزيل فالصفقة هاي أنا بقدر أني أنزلها لغاية هذه المستويات حاليا يعني مو شرطا نحقق هذا الشرط ليش أنا بأقول ليش والستوبلوز بيكون على طبر فاصلة خمسة صفار ثماني خمسة إذا غلقت شمعة الأربع ساعات أدنا أن نغلق الصفقة ليش أنا حطيت الصفقة أني أنا سأشوف العملة حاليا شكلت ترند كذي صاعد يعني في احتمال نشوف العملة تقريبا تعطينا حركة صاعدة كذي هذا اللي يشوفه يعني مبدئيا على شمعة الأربع ساعات كفكرة أولى لكن هذا ممكن يكون صح وممكن غلط يعني حتى لأننا نحتاج موجة ثانية تأكيد يعني هذه ليحين موجة يعني دايما أنت لازم تشوف حركتين على الأقل يعني هذه موجة نحتاج موجة أخرى تأكد الحركة غاية بس أنا حطيت فرضية قبل الحركة هذي وهم شيء الاتزام بالستوبلوز طبعا هدف أول بيكون على سعر اللي هوم 0.5095 هدف ثاني 0.5098 هدف اللي بعده 0.4010 اللي بعده 0.4011 0.4013 11 وثلاثة بغاية 0.14 اللي هل هل المقاومة العنيدة توقع والهدف بيكون النهاي صفر فاصلة 0.420 طبعا هذا الهدف النهاي طبعا مهم جدا إذا قلنا السيناريو اللي أبدا ما نتمنى أبدا أبدا العملة واللي هو هذا إذا صار العملة بترجع تنزل نزول مش طبيعي اللي هي إذا العملة نزلت أدنى هذا الترند أدنى الصبر فاصلة خمسة صفار ستة نين طبعا أنا أحب لازم نذكر هشي ليش لعني معني ما توقع خلاص أن هذا هذا صار لما البيتكوين كان في القاع يعني ما توقع أنه بيرد يعطينا هذا الشكل إلا إذا شفنا شمعة طويلة شذي تنزل في ثواني يعني مرات يقول لك حط أوردر خل أوردر جاهز أنه مرات شي صيد من ممكن تشوف عملة مرة تعطيك شمعة شي وترجع ترتد عادي فمثل هذي شوفوني شمعة طويلة فأنت تكون حاط أوردر شراء تلقط الأوردر حتى مجرد ما أنه يتلمس أصلا تذيكو خلصنا يعطيكم العافية مفجأة خير